مرة تاني مع كابتن حسام حسن بس ده كان موقف كوميدي بقى كابتن حسام انت عارف عصبي فمرة كنت لسه في بداية شغلي في الراديو كان معي كابتن سيد عبدالحفيظ على الهواء يعني كان زميلي في البرنامج ان هو اللي كان بيقدم البرنامج في الاول كابتن سيد فكابتن حسام اعتقد كان مسك المصريات الصلاة او المصري مش فاكر يعني وكان مطش في رمضان واحنا قاعدين بالليل بقى مطش خلص والفريق اللي مسكه كابتن حسام كان خسر فكان كابتن حسام بنفاعل جدن بعد المطش وبتاع فمعي مراسلة من الملعب بتقولي ده في مشكله عن قودة الحكام كابتن حسام حسن حابس الحكام وعايزي يعمل مشكلة معهم وهو كابتن إبراهيم عن قودة الحكام مش عارف فانا اخذتها بشكل كوميدي فبقول ايه يا كابتن حسام يعني اعاكين يبوجه الي هندي قال يا كابتن حسام احنا الناس عايزة تتصحر احنا بكرة صيام ومش عارف ايه فالناس عاد صاحفة انا كابتال حسام عليشش يعني سيبهم فك عنهم كابتال حسام حسن اسلام صديق برضو راح ايه؟ مدخلوني مدخلوني احتيفون وانا اعمال اتكلم ومش واخد بالي خلق يعني ما قليش ان كابتال حسام فهو سمعني فراح داخل بقى كابتال حسام ايه عم كريم ايه الخفة اللي انت فيها دي؟ انت بش عارف ايه وانت اي حد بقى بيتكلم في الكهرة انا حسام حسن انت مش عارف انت هتقرخني بقى في الراديو بدأت داخل خلقها بص مش عارف انا كنت لسه كمان اول وخبرتي قليلة ما تعرضتش للموقف ده فانا حتى مش عارفها هديني كابتال حافيز اللي حقني بقى قالوا لا 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 احنا ما بناخدها بتا يعني قالوا لا اه هو بيقول كده ليه وانا حاضرها بالحكام وانت هتقضوا بقى مش عارف ايه وانت هتتسلم وتلكر عقفل ايه كابتال قاعد تتكلم معه شوية فدي كان مواقف برضو محرج وانت عملت جمع المواقف اصلا انا مش عارف بقى انا اصلا يعني طبعا في بداية الواحد اللي ما بشتغل في الاعلام في الاول طبعا اخش معه ناقا ولا هديه ولا سجل وده حسن وده اسطورة اه طبعا اسطورة اه انا بحبه جدا طبعا فيش خلال بس انا يعني بقولها بحطة فيها تهريج يعني تحكي شوية اتاري هو معه لهو بقى فده كان برضو من المواقف المحرجة